اه والله انا بكلمك بجد مصر هقولك عارف كده فيه طائر كده يسموه ملك الجو او من ملوك الاجواء ان لم يكن هو الملك الاتبر والاقوى للجو يعني طائر العقاب بالمناسبة هو ده الشعار بتاعنا يعني شعار الجمهورية بتاعنا ده عقاب طيب هذا الطائر بس في الحالة بقى هي مصر تبسط جناحيها من المحيط للخليج لحماية كل المنطقة العربية وادرة وعملتها مرات مش هاتعمل عملتها مرات مصر هي اللي حطت الخط الأحمر اللي في ليبيا حماية لأهلين في ليبيا صح طيب ومصر يا ما دفعت وحامت دول الدول مش دول الدول العربية من المحيط الأطلنطي والحد الخليج العربي والحد وقت قريب جماعة هنا مجموعة هنا تنظيم هنا يحاول ان يعتدي على أراضي عربية كل قصة ان مصر بس بسطت جناحيها محلقتش في السماء كله رح راجع لغرا حصل ومحدش يقدر ينكر كمان مرة حصل ومحدش يقدر ينكر خلي ثقاتك في ربنا أولا وفي هذا الرجل وفي هذا البلد ثانيا وقفوا انتوا بس في ظهرنا وما تشيلش هام عارف اللي هو ايه؟ بلك ايه؟ تعال انت بس ورايا وانا دخل الخناءة دي بس خليك ورايا هي دي كل القصة طيب انا هقدردك على حاجة بسيطة كده انت متصور لو الموقف المصري بخصوص هذه الاعتداءات الوحشية على فلسطين لو الموقف المصري ما كانش كده لو الموقف المصري ما كانش كده انت متصور السيناريو كان هيبقى ايه؟ والله 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 لو مصري ما كانش موقفها بهذا الحزم وبهذا الحزم لكنت تقول على غزة لقدر الله عليها السلام ما كانتش تبقى موجودة دلوقتي نهائي الستة وعشرين يوم دول كان هيبقى بالكتير هم أسبوعين وما كنتش هتشوف غزة تاني وكل ده وانت بطولك طيب ترجمة نانسي قنقر